موسيقى السادسة بتوقيت العاصمة طرابلس طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى هذه النشرة والبداية بالعنوين المتحدث باسم غرفة العمليات المشتركة يؤكد استهداف سلاح الجو المدفعية الثقيلة لبوابة الخمسين أمس الجمعة وهدوء يسود المنطقة بسبب سوء الأحوال الجوية اجتماع مرتقب لمجلس خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل يبحث الوضع في ليبيا وإمكانية تمديد مهم العمليات البحرية الأوروبية صوفيا لمكفحة المهربين رئيس المؤسسة الوطنية النفطة في طرابلس ونظيره بالبيضاء يتفقان على توحيد المؤسسة واستئناف الصادرات بشكل طبيعي من ميناء الحرك النفطي والسفير البريطاني يرحب بالاتفاق السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم إلى التفاصيل أكد المتحدث باسم غرفة العمليات المشتركة التي شكلها المجلس الرئاسي محمد الغسري استهدف سلاح الجو المدفعية الثقيلة لبوابة الخمسين يوم أمس الجمعة أوضح الغسري لقناة ليبيا لكل الأحرار أن أغلب المحاور شهدت يوم أمس هدوءا بسبب سوء الأحوال الجوية مع رصد قوات الغرفة لتحركات ما يعرف بتنظيم الدولة في محيط منطقة بوغرين وأشار الغسري إلى زيارة آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية وعدد من الضباط إلى غرفة العمليات المشتركة وتأكيدهم على العمل تحت قيادة غرفة المجلس الرئاسي في حربها ضد ما يعرف بتنظيم الدولة من جهته أكد عضو المكتب الإعلامي لغرفة العمليات الخاصة التبعة للمجلس الرئاسي أحمد هدية أصول مجموعة من قوات سوق الجمعة وغريان ومدن أخرى للالتحاق بعملية البنيان المرصوصة وأفد هدية لقناة ليبيا لكل الأحرار أن القوات التبعة لغرفة العمليات الخاصة ما زالت تحافظ على جميع المواقع التي سيطرت عليها خلال اليومين الماضيين مشيرا إلى هدوء الأوضاع الميدانية صباح اليوم مع ما تشهده المنطقة من سوء في الأحوال الجوية إلى سرط حيث دعى المجلس المحلي هناك المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى الوقوف مع قوات عملية البنيان المرصوص في محاربة ما يعرف بتنظيم الدولة وتوفير الدعم الكامل لها وطلب المجلس المحلي سرط في بيان له أبناء المدينة وكافة المناظلين والثوار من أبناء ليبيا بالالتحاق بقوات غرفة العمليات المشتركة التي شكلها المجلس الرئاسي لتحرير المدينة من ما يعرف بتنظيم الدولة واستعادة الأمن والاستقرار فيها أفد رئيس مكتب الإعلام في مستشفى مصرات المركزي عبد العزيز عيسى بنقل عدد من جرح الاشتباكات الخميس إلى تونس وتركيا لتلقي العلاج وأضف عيسى أن المستشفى وفرت عددا من النواقص المتمثلة في المحليل الطبية ومستلزمات الجراحة مشيرا إلى عدم استقباله أي تحالات من الجرحة خلال اليومين الماضيين من جانبه أوضح عضو المكتب الإعلامي لغرفة العمليات الخاصة أبو بكر مصطفى أنه تم نقل 29 جريحا من مستشفى مصرات المركزي لتلقي العلاج في الجارة تونس فيما تم نقل 11 جريحا إلى مستشفيات تركية وبقيت في المستشفى ثلاث حالات وصفها بالحرجة وتبذل المساعي لنقلها إلى مالطة من جهته قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتين كوبلر إن مستشفيات مصرات تعمل فوق قدرتها وتحتاج لمساعدة عجلة وأشار كوبلر في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أنه كرر دعوته لممثلي المجتمع الدولي عند لقائهم يوم أمس في العاصمة التونسية لتقديم مساعدة طبية عاجلة للمصابين جراء الاشتباكات ضد ما يعرف بتنظيم الدولة إلى بنغازي حيث أفاد مركز بنغازي الطبي بسقوط قذيفة ظهر اليوم في المنطقة المحيطة بالمركز دون أن تسفر عن وقوع أي خسائر في الأرواح وكان مركز بنغازي الطبي قد استقبل يوم الخميس الماضي ثلاثة قتلى وعددا من الجرحة جراء سقوط قذيفة صاروخية في محيط المستشفى تسلم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الشحنة الثانية من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من الحكومة الإيطالية أضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الشحنة الثانية من المساعدات الطبية مخصصة لمستشفيات مدينة بنغازي مشيرا إلى أن الخطوط الجوية الليبية نقلت الشحنة مجانا من المعيتيجة إلى طبرق لتسليمها إلى المجلس البلدي بنغازي وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة أضف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن مصلحة الموانئ والنقل البحري ومصلحة الجمارك والشركة الوطنية العامة للنقل البحري والشركة الليبية للموانئ ساهمت في عملية تسليم الشحنة في ميناء طرابلس البحرية تبحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايزي سراج ووزير الدفاع المفوض بالحكومة المهدي المرغاثي في لقاء جمعهما بقاعدة أبو ستة تبحث الترتيبات الأمنية والوضع العام في البلاد وفي مدينة بنغازي على وجه الخصوص وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته الرسمية على موقع تواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن سراج والبرغثي بحث تفاصيل المهام المسلدة للحرس الرئاسي الذي أعلن عن تأسيسه مؤخرا والذي يضم وحدات من الجيش والشرطة يعقد الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماع لمجلس خارجية الاتحاد الأوروبي برئاسة الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موغريني وذلك لبحث الوضع في ليبيا أوضحت الخارجية الفرنسية على موقعها الرسمية أن اجتماع بروكسل سيفحث إمكانية تمديد مهام العملية البحرية الأوروبية صوفيا لمكفحة المهربين في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية وإمكانية مشاركتها في تدريب قوات خفر السواحل الليبية ومراقبة تنفيذ حضر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي أعلى ليبيا هذا وقد وفق حلف شمال الأطلسي نيتو على توسيع عملياته في البحر المتوسط لمساعدة الاتحاد الأوروبي على وقف مهربية البشر من ليبيا وقال أمن عام الحلف يانس سولتنبرغ في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي نيتو في بروكسل أن الحلف ليس له دور قتالي في المنطقة مضيفا أنه يمكن تقديم المساعدة في تدريب قوات الشرطة وحرس الحدود وخفر السواحل في ليبيا بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الناتو يمكن أن يدعم عملية صوفيا التباعة للاتحاد الأوروبي التي تعمل بالقرب من السواحل الليبية لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين ومهربي البشر والبضائع في سياق متصل شددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الشمال الأطلسية يانس سولتنبرغ على ضرورة التعاون والتنسيق بين الاتحاد الأوروبي والنيتو لدعم عملية صوفيا في محاربة مهربي البشر ومنع تدفق المهاجرين غير النظاميين وتدريب قوات خفر السواحل الليبية نحن نتحرك نحو المهام الإضافية المحتملة لعملية صوفيا مثل تدريب قوات خفر السواحل في ليبيا أو العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص الحظر المفروض على الأسلحة لذلك نحن بحاجة إلى تعزيز قدراتنا لأن التعاون والتنسيق مع حلف شمال الأطلسي أصبح أمرا ضروريا اعتبر الباحث في الشأن الليبي حسن جيدل في مدخلة سابقة أن هدف الاتحاد الأوروبي من وراء تمديد عملية صوفيا لمكافحة مهربي البشر في ليبيا هو تجاوز المياه الدولية ودخول العملية العسكرية إلى المياه الإقليمية الليبية حلف الناتو ليس مؤسسة أو منظمة دفاعية إنما منظمة قبل كل شيء هجومية ولأول مرة حلف الناتو يتدخل بشؤون متعلقة بالعجرة حلف الناتو ليس تدخل إلا إذا كان الأمر خطيرا ومتعلقا بالأنم الأوروبي هذه المرة أظن أن الف الناتو سيقوم بتنفيق ومع عملية صوفيا ومع القوات الليبية أكد الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبدالقادر مساهل أن الجزائر وبريطانيا تتقسمان نفس الرؤى بخصوص الدور الذي يجب على المجلس الرئاسي الاطلاع به باعتباره الممثل الوحيد للشعب الليبي وشد دمساهل في هامشي أو على هامشي أشغال الاجتماع السادسي للشراكة الاستراتيجية الجزائرية البريطانية على ضرورة تعزيز دور المجلس الرئاسي قائلا إن عضاء الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ودول جوار ليبيا تدعم حكومة الوفاق وأكد دمساهل ضرورة عودة الاستقرار إلى ليبيا مشيرا إلى أن غيابه قد يهدد المنطقة بأكملها على حد تعبيره أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد أن الولايات المتحدة وليبيا قد تتواصلن قريبا إلى اتفاق بشأن إرسال مستشارين أمريكيين إلى ليبيا ونقلت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية عن دانفورد قوله إن المستشارين الأمريكيين سيساعدون القوات الليبية في محاربة ما يعرف بتنظيم الدولة مشيرا إلى وجود مفاوضات متقدمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا لإرسال هذه البعثة ورجح الجنرال الأمريكي أن تكون هذه البعثة في ليبيا طويلة الأمد مضيفا أن مهمتها تتلخص في إعداد المقاتلين تابعين لحكومة الوفاق الوطني وأكد دانفورد أن بعض أعضاء حلف شمال الأطلسيين نيتو أعربوا عن اهتمامهم بالمشاركة في هذا البرنامج قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها صنفت فرعا ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا منظمة إرهابية دولية أضحت الوزارة أن التصنيف يفرض عقوبات على الأشخاص الأجانب الذين ارتكبوا أعمالا إرهابية تهدد أمن الأمريكيين أو الأمن القومية أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية للإرهاب والمخابرات المالية أدم سوبين إن الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة يستهدف الممولين والمروجين للقاعدة وجبهة النصرة وما يعرف بتنظيم الدولة وهما المسؤولون عن نقل الأموال والأسلحة والأشخاص نيابة عن هذه المنظمات قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن روسيا تأمل أن تساعد القرارات التي اعتمدت في اجتماع فيينا على توحيد القوى السياسية في ليبيا وجعلها أقرب إلى الحلول التوفيقية وضفت زخاروفا أن هذه القرارات ستمكن الحكومة الجديدة والأجسامة التي ستنشئها من العمل بشكل كامل ما سيسمح باستعادة القانون والنظام في البلاد وقبل كل شيء القضاء على ما وصفهم بالإرهابيين أو ما وصفتهم بالإرهابيين الذين يوجدون بأعداد كبيرة على الأراضي الليبية حسب قولها في شأن آخر اتفق رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله ونظيره في البيضاء ناجي المغربي على توحيد المؤسسة واستئناف الصادرات بشكل طبيعي من ميناء مرسى لحريق النفطي وجاء الاتفاق بعد عدة اجتماعات كان آخرها اجتماع فيينا في الخامس عشر من الشهر الجاري حيث وقع الطرفان مذكرة مبادئ تهدف إلى دعم الجهود السياسية دون أي إقصاء حسب ما صرحت به المؤسسة الوطنية للنفط على موقعها الرسمي وأشار الطرفان إلى أن استئناف صادرات الخامس يساعد في الحد من العجز في الميزانية العامة ويقلل من الاعتماد على الاحتياط المالي للدولة ويؤمن انتظام الدخل بالعملة الصعبة ويحافظ على وصول المحروقات وتوفرها للجميع في سياق بطس اللي رحب السفير البريطاني بيتر ميلت باتفاق المؤسسة الوطنية للنفط والذي يهدف إلى توحيد المؤسسة واستعادة نصق الصادرات بشكل طبيعي من ميناء الحريق النفطي اعتبر ميلت في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر ان النفط مورد حيوي لمستقبل ليبيا هذا وقد رأى الباحث الاقتصادي حمد حرويس في نشرة سابقة ان اتفاق توحيد عمل مؤسستي النفط في الشرق والغرب سيكون له اثر ايجابي على قطاع النفط واصفا تجربة استئناف الصادرات من ميناء الحريق بالناجحة في ملف اخر قال رئيس لجنة الترتيبات الامنية المشكلة من المجلس الرئاسي عبد الرحمن الطويل ان هناك خططا لجاهزة لتأمين السفارات والمقار الدبلوماسية في العاصمة طرابلس مشيرا الى ان الكثير من الدول اكدت من خلال صفرائها ووزرائها قرب عودة التمثيل الدبلوماسي لطرابلس دون تحديد موعد معين واضف الطويل في تصريح صحفي لوكلة اكي الايطالية ان مهمة لجنة الترتيبات الامنية في المرحلة الاولى ستكون تأمين المقار الحكومية والدبلوماسية اما المرحلة الثانية فستكون اعداد خطة لتأمين العاصمة طرابلس بالتوازي مع ذلك اكد رئيس لجنة الترتيبات الامنية على الحاجة الى مزيد من الدعم الدولي وخاصة من ايطاليا في وضع الترتيبات الامنية وذلك باعتبارها شريكا وصديقا تاريخيا لليبيا وفق تعبيره مشيرا الى حاجة ليبيا الى الدعم الدولي في ملفات عدة ومنها الهجرة غير النظامية والاوضاع الامنية والارهاب وجمع السلاح نواصل تقديم هذه النشرة من ليبيا لكل الاحرار وفيها بعد الفاصل مراقبة اثار طرابلس تفتتح المضحف الاثرية الصغير في السرايا الحمراء في خطوة تهدف الى توعية النشأ بتقدير الموروث الثقافي في البلاد المتحدث باسم غرفة العمليات المشتركة يؤكد استهداف سلاح الجو والمتفعية الثقيلة لبوابة الخمسين امس الجمعة وهدوء يسود المنطقة بسبب سوء الاحوال الجوية اجتماع مرتقب لمجلس خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل يبحث الوضع في ليبيا وامكانية تمديد مهم العملية البحرية الاوروبية صوفيا لمكافحة المهربين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس ونظيره بالبيضاء يتفقان على توحيد المؤسسة واستئناف الصادرات بشكل طبيعي من ميناء الحريقة والسفير البريطاني يرحب بالاتفاق اهلا بكم من جديد قال الناطق باسم مدرية الامن الوطني بمدينة الزاوية نبيل بوزواي ان مستشفى مدينة الزاوية يعاني من تكدس ست عشرة جثة لمهاجرين غير نظاميين اضح بوزواي لقناة ليبيا لكل الاحرار ان السلطات في الزاوية لم تتمكن من اكمال اجراءات دفن الجثث بالمدينة او خارجها مشيرا الى ان ادارة المستشفى عبرت عن مخاوفها من استمرار وجود الجثث مع ما تشهده المدينة من انقطاع للتيار الكهربائي لساعات طويلة ما قد يؤدي الى توقف عمل الثلاجات في المستشفى في سياق اخر افاد ابوزواي بتعرض ابن وابنه لعملية سطو من قبل احدى العصابات على طريق العزيزية مشيرا الى استلاء العصابة على جواز سفرهما ومبلغ ملي كان يحملانه لغرض العلاج وجه رئيس لجنة الاغاثة وشؤون النازحين في بلدية باري سن الياس نداءا عاجلا الى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وذلك لرفع المعاناة عن نازحي المدينة في كل من ترابلس وضواحيها وصبرات وزوارة اوضح الياس لقناة ليبيا لكل الاحرار ان اكثر من الف عائلة مازحة من باري تعاني اوضاعا مزرية بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية ونقص سيولة في المصارف وتأخر المرتبات ما ادى الى عدم قدرة النازحين على سداد التزاماتهم اليومية واضف الياس ان وضع المواطنين في باري لا يختلف كثيرا عن وضع النازحين نظرا لانعدام الخدمات الاساسية وترد الاوضاع المعيشية وتدمير البنى التحتية من منازل ومدارس مطالبا المنظمات الخيرية بالوقوف مع اهالي باري ونازحيها وفي تغريدة الله عبر حسابه الشخصي على تويتر شجع المبعوث الاممي الخاص الى ليبيا مارتين كوبلر ممثلية المجتمع الدولي على تلبية الاحتياجات الانسانية في ليبيا بعد لقاء معهم وصفه بالمثمر مضيفا انه لا ينبغي ان تكون الانسانية رهينة للسياسة افد مسؤول العلاقات الخارجية باتحاد جامعة طرابلس اسامة ابو عامر بانطلاق المؤتمر الاول للاتحادات الطلبية بالجامعات الليبية بمقر جامعة طرابلس بحضور 12 رئيس اتحاد اوضح ابو عامر لقناة ليبيا لكل الاحرار ان فعاليات المؤتمر ستستمر الى يوم الاثنين وسيقع انتخاب رئيس لاتحاد الطلبة على مستوى ليبيا بهدف توحيد صف اتحادات الطلبة وجهود الجامعات الليبية وقال ابو عامر ان هناك عدة ملفات مطروحة على الطاولات تنتظر حلولا منها اوضاع طلبة نازحين وجامعة سرط وطلبة الدارسين في الخارج والمنحة الطلابية وغيرها من المواضيع تغتتم اليوم فعاليات الملتقى الثاني للشباب الليبي للحوار والمناظرة بمدينة غات الذي ينظمه نادي الحوار والمناظرة بمصرات ضمن مشروع ليكن صوتنا مسموعا وقال رئيس اللجنة العالمية عمر صالح لقناة ليبيا لكل الاحرار ان الملتقى اقيم على مدار اربعة ايام متتالية بمشاركة خمسة وعشرين شابا من مؤسسات المجتمع المدني على مستوى ليبيا واضف عمر ان الملتقى يهدف الى الترويج لثقافة الحوار في المجتمع الليبي وتعريف باساسيات المناظرة واكساب المتدربين القواعدة والمبادئ الاساسية للحوار بهدف انشاء نواد للحوار والمناظرة مشيرا الى تسليم راية الملتقى القادم لمنطقة جبل نفوسة افتتحت مراقبة اثار طرابلوس يوم الخميس المتحف الاثري الصغير في الصرايا الحبراء وقال رئيس قسم الشؤون الفنية بمراقبة اثار طرابلوس رمضان الشيباني لقناة ليبيا لكل الاحرار ان الهدف من افتتاح هذا المتحف هو توعية النش بتقدير الموروث الثقافي في البلاد واضف الشيباني ان مراقبة اثار طرابلوس ستبدأ قريبا في المرحلة الثانية من المتحف والتي تشمل اقامة عدد من الانشطة والبرامج خارج المتحف مشيرا الى ان المتحف مفتوح للمدارس والعائلات في ساعات الدوام الرسمية قال رئيس قسم الشؤون الفنية بمراقبة اثار طرابلوس رمضان الشيباني في مدخلة سابقة ان العمل على انشاء المتحف الاثري الصغير استمر لمدة اربعة اشهر تحت اشراف ومراقبة مصلحة الاثار في طرابلوس وبإمكانيات بسيطة موضحا ان الهدف منه هو تجسيد الثقافة والهوية الليبية الفكرة منها والغرض منها هو عبط الاجيال القادمة بالهوية الوطنية كذلك لاجل الحفاظ على المورط التقافي من الاندتار ومن الطمس ومن الاشكاليات التي نعانيها ختم النشرة وهذا تذكير بابرز العنوين المتحدث باسم غرفة العمليات المشتركة يؤكد استهلاف سلاح الجو والمدفعية الثقيلة لبوابة الخمسين امس الجمعة وهدوء يسود المنطقة بسبب سوء الاحوال الجوية اجتماع مرتقب لمجلس خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل يبحث الوضع في ليبيا وامكانية تمديد مهم العملية البحرية الاوروبية صوفيا لمكافحة المهربين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس ونظيره بالبيضاء يتفقان على توحيد المؤسسة واستئناف الصادرات بشكل طبيعي من ميناء الحريقة والسفير البريطاني يرحب بالاتفاق الى هنا تنتهي النشرة شكرا لكرم المتابعة دمتم في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة